أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يدعى إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر وإن الذين قوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوثني كتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبغوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثلوا عليكم آياتنا ويسكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبدونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو يعترر فلا جناح عليه أن يقوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل علم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الثواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم يمنظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوب ما في أرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بقم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رسقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخيم من سير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغل ولا عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنسل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطورهم إلا النرى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالكتاب والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس المر أنت والوجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن المر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب والنتام والمساكن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمخون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فاكتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترى كثيراً وصية للواردين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع العليم فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقل أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسك فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقل فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العددة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فلستجيبوا لي واللؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحن لكم ليلة الصيام الرفح إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمنوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطر وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس بالحج وليس البر بأن أتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم فقدروهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكد وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن حصلتم فما استيصر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسو فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهرون معلومات فمن فرض فيه من الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفضى الناس واستغفروا الله إن الله غفور رعيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكلكم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النر أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه اليوم الاتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحوث والنس والله لا يحب الفساد فإذا قيل له اتق الله أخذتك العزة بالإثم فعسبه جهنم ولا بالسلم هذا ومن الناس من يشهد نفسه افتغاء مرضات الله والله ورعوف من عباده يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلنتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناه من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا وفاقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير إسابه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وممثلين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فلقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرم وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك رجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام يقول إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المسجح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهن فذا تطهرن فاتهن من حيث أماركم الله إن الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرط لكم فأطل حرطكم أن ناشئتم مقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمالكم أن تبروا وتتقوا وتستحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله باللغي في أيمالكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم فربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أن يكون ما خلق الله في إرحمهن إن كن من بالله ولو بالآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والاتجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسن ولا يحي لكم أن تأخذوا مما آتيتموهم نشئا إلا أن يقافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا دناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعدها تتنكح زود غيره فإن طلقها فلا دناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعد به من كان منكم يؤمن بالله من لوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يمتل من رضاعة وعلى المولود له رسقهن وكسودهن بالمعروف لا تكلف نفسهن إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث المثل ذلك فإن أردا فصالا عن تراضي منهما وتشاورين فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليهم إذا سلمتم ما أتيتم بمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننكم في أنفسكم علم الله أنكم كنتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا بمعروفا ولا تعزنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمتمسوهن أو تفضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهم فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاتروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا من حول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك بي الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال له لله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتسعدا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يقترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزهم والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قلبت فئة كثرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجلوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا عن القواب الكافرين فهزموه بإذن الله وقدل داود جالوت وآتاه اللهمك والحكمة والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض فسدد الأرض ولكن الله دفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر